بعض الناس لا يكاد يحتمل ولا يكاد يفهم كيف ممكن أنت أن تدرس الفلسفة والمنطق والفيزياء والعلوم والعقل ثم تؤمن يا رجل يا رجل أنت المسكين والله أنت المسكين أنت لن تفاهم لا فيزياء لا كيمياء لا دين لا فهم لا دنيا ولا آخرة يا رجل من قال لك أن الوجود هو هذه المادة فقط وهل قلت لك أنا أو أمثالي أنني مادي مثلك أو ملحد مثلك وأنني لا أصدق إلا بهذا الوجود المادي لو فعلت هذا سأكون من الأغبياء هذه ليس عبارتي هذه عبارة وولتر ستيس أحد كبار وأعظم الفلاسفة في قرن العشرين وأحد أجمل من قرأت لهم من الفلاسفة فيرسوف عميق ومبسط وفاهم يقول الذين لا يؤمنون إلا بالعالم المادي الشهودي فقط ويجزمون بإنكار كل ما عدا قال أنا أصفهم بالأغبياء أغبياء سنثبت هذا في مرات أخرى جون بول كينغ هورن السير جون بول كينغ هورن هو سير فالس اللقب أدخله إسحاق نيوتن والذي أرادت الملكة إليزابيث أن تعطيه لستيفن هوكينغ ورفضه لأسبابه وعلى ذكر ستيفن هوكينغ العلامة الكبير هو أحد تلاميذ السير جون بول كينغ هورن بول كينغ هورن أستاذ هوكينغ في جامعة كيمبرج وهو أستاذ الجثيمات الدقيقة وأيضاً على سن التاسع والأربعين بدأ يدرس اللاهوت بول كينغ هورن شوفوا على فكرة واكتشف بعض الجثيمات الدقيقة عنده يعني إبداعاته والفيزياء النظرية مش رجل مش فاهم مش ممن وصفهم استيس بالأغبياء أبداً فاهم مليح مليح وشوف كتباته ما شاء الله أقرأته عدداً منها مذهل الرجل بول كينغ هورن حتى بالذات حين تحدث عن موضوع الدعاء الذي يسميه المسيحيون الصلاة تعرفون ماذا قال قال حتى بالمنطق العلمي الصارم الدعاء له جدوى وله مسار وله مجال وله نطقه نطقه كيف يسير أنت سير أنت مثل إسحاق اليهود أنت شغلة ليس لعبة أنت قال نعم قال علمياً سأنتفك لي يعني طريقة علمية محضة العالم المادي نطاقان رئيسان نطاق ميكانيكي آلي حتمي ونطاق ضبابي لا ميكانيكي لا آلي ولا حتمي وهو النطاق الذي تلعب فيه نظرية الكاوس كاوس بالألماني نظرية الفوضى الطقس صحيح وهو يجعل ضمن هذا كمان التشافي من الأمراض مسارات الأمراض المختلفة في الأفراد المختلفين قضية غير حتمية وليمكن تجعل قضية ميكانيكية والكينغ هورن وأما في المجال دون الذري فهذا عمل ميكانيكا الكم فيزياء ميكانيكا الكم كلها تتحرك في عالم ماذا؟ لا آلي لا ميكانيكي لا حتمي قال ولذلك لذلك أنا أرى أنه من غير المعقول دينياً أو علمياً أن ندعو الله مثلاً بأن يوقف الشمس والأفصح أن يقف وقفه ويقفه ويقفه وليس يوقفه أن يقف الشمس أو يجعل مسار القمر عكسياً أو يطلع الشمس من مغربها الآن أنك تدعو بدعائي ضد قواني الكون اللي هي الحتمية الميكانيكية هذا غير معقول قال صح ولكن هناك مجال كبير للمناورة في القضايا الضببية اللا حتمية اللا ميكانيكية مثل ماذا يسير؟ قال مثل الطقس إذا أجدبنا قال ولم ينزل المطر ندعو الله قضية الطقس قضية غير ميكانيكية وتسمع بعض ملاحدة العرب يسخرون من المسلمين وكأن المسلمين وحدهم هم الذين يستسكون ربهم إذن نعود إلى السير بولكينغ هورن السير بولكينغ هورن يقول في هذه المجالات هناك مجال للمناورة ادعو الله الله تبارك وتعالى يبدل الطقس لأن هذه قضية غير حتمية غير آلية عادي ليست قضية إيقاف الشمس وتحريك القمر في مدار آخر أبدا 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 ممكن وما فيها أي شيء بصير في قضايا الشفاء ادعو الله يشف الله مريضك بصير بعون الله تعالى وتقول لي عنده سرطان وكان له ضيله أيام والحالات لا تكاد تعد ولا تحصى لن أحدثكم وليس هذا موضوع الخطبة الأستاذ العظيم العالم النوبلي أليكس سكارل صاحب الإنسان ذلك المجهول من ذا النون الكتاب العجيب هذا له كتاب في الدعاء وكان في مؤسسة فيه فرنسا يسميها مؤسسة لورد وعلى فكرة أليكس سكارل فاز بجائزة نوبل مرتين مش مرة واحد عيش رأيكم مرتين في العلوم الحيوية مرتين أليكس سكارل عنده كتاب عن الدعاء عن الدعاء يقول هذه المؤسسة كانت تأتينا بإحصائيات بألوف الحالات التي استجاب فيها الرب لا إله لأدعية الداعين لكن قال سبحان الله في الفترات الأخيرة بدأت الحالات تتراجع لماذا؟ غلبة الروح المادية على الناس غلبة الشهوات تسخيف الدين والمتدينين وتسخيف الدعاء وقوة الدعاء مساكين الناس قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا